نظم عشرات الإيرانيين في العاصمة الفرنسية باريس وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية تضامنا مع السجناء السياسيين المضربين عن الطعام في سجن رجاء وكان عدد من السجناء السياسيين أضربوا عن الطعام أربعة أسابيع احتجاجا على التعذيب وسوء المعاملة من قوات الأمن لهم وكشفت مصادر حقوقية عن تدهور الحالة الصحية للمضربين عن الطعام فيما دعت المقاومة الإيرانية المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتدخل من أجل إنقاذ حياتهم